هل لازل هناك من يقول أن الائتلاف الوطني قام من أجل نصرة الثورة السورية؟ هل لازل أعضاؤه مقتنعون بدورهم ممثلين عن الشعب سياسيا وخارجيا؟ ثم لماذا كل هذه الخلافات الانتخابية بين أعضائه؟ هل حقا تم تعيين هذه البحر رئيسا للإتلاف بأوامر تركية؟ حتى يقول عبد الرحمن المصطفى بالصرماي سيتم انتخاب هذه البحر رئيسا ما الذي حمله على قول هذه الجملة التي أعادت إلى أذهان السوريين سياسة نظام البعث في التعيين والعزل؟ ألي هذه الدرجة انتهى جسم هذا الائتلاف ومات سريريا حتى يتناوب ويتبادل أعضاؤه الأدوار داخله؟ هل سمع أو رأى الائتلاف ما يقول الناس عنه إن كان يهمه أمرهم أو أمر ثورته؟ أهلا ومرحبا بكم وإلى منفات شائكة ويعمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لم يكن مفاجئا تعين هذه البحر رئيسا جديدا لائتلاف قوى الثورة والمعارضة خلفا للشيخ سالم المصلط فالنتيجة معروفة قبل التصويت وهو السيناريو ذاته الذي جرى فيه اختيار سلفه في الدورة السابقة حيث أثارت النتائج جدلا واسعا في أوساط السوريين حتى وصل الحال ببعض أعضائه لتقديم استقالاتهم كحافظ قرقوت ممثل محافظة السويداء ضمن الائتلاف والذي برر استقالته بالنزول عند رغبة أهل محافظاته تبعه في ذلك عضو الائتلاف الوطني السوري ومنسق مكتب شؤون اللاجئين فيه اللواء سليم إدريس بينما يستعد آخرون لإعلان استقالتهم تنديدا بفرض هذه البحرة رئيسا عليهم وفي الأثناء عادت تسريبات ومنشورات لأعضاء سابقين تسليط الضوء على تحكم أطراف محلية وإقليمية بقرارات الائتلاف الأمر الذي دفع الرئيس السابق للائتلاف معاذ الخطيب إلى نعي هذا التشكيل عقب بيان أصدره سلفه نصر الحريري انتقد فيه فرض البحرة بمختلف الطرق بما فيها تهديد غير لائق أطلقه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بأن البحرة سيكون رئيسا رغما عن الجميع وبحسب مصادر وناشطين لا يمكن النظر إلى نتيجة ما جرى على أنه أمر مفاجئ أو غير معتاد إذ ترافقت انتخابات المعارضة منذ تأسيس الائتلاف عام 2012 مع صراعات داخلية مستمرة بين أطرافها بسبب رغبة البعض في السيطرة على مفاصله أو بسبب التبعية المختلفة لكل منهم أو رغبة الدول الممولة في تعزيز سطوتها عليهم لتتشكل في نهاية المطاف مؤسسة شكلية لا تتمتع بأي وزن حقيقي على الأرض في ظل سيطرة فصائل الشمال السوري على المناطق المحررة مما جعل هذه المؤسسة وقادتها سلعة للإسلاك الإعلامي لا أكثر لنصل إلى بناء الدولة الديمقراطية التعددية بسم الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام وفي بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي بضيفي من السويد الكاتب السياسي حافظ قرقوت وأيضا معي من أسطنبول الأستاذ الصحفي سامر العاني مرحبا بكم وضيوفي الكرام والبداية معك أستاذ حافظ أستاذ حافظ ما الذي يحصل داخل الإتلاف وكيف تم تعيين هذه البحرة رئيسا للإتلاف الوطني تفضل يعني أول شيء تحيي لكم وتحيي الأستاذ سامر على متابعته الدائمة من قبل هاي اللي صار من الأيام ما ابتدأ الفساد ينخر به هاي المؤسسين نحن متابعينه كلنا والسوريين متابعينه ما في الشك واضح بأنه ليست مرة الأولى التي يتم فيها انتخاب بهذه الطريقة وتعين وهي عادة على ما يبدو بالإتلاف أنا كنت بعيد عن مؤسس الإتلاف سابقا هناك كانت محاولات قديمة لضمي لهذه المؤسسة من قبل أصدقاء موجودين طبعا من يوجد داخل الإتلاف هي شخصيات سورية متنوعة لا يمكن يعني لا يؤخذ الجميع بكلمات كل دائما هناك بعض هناك استثناءات لا شك هناك من يريد أن يعمل أن يبني أن يحصد ثمار لأجل السوريين من داخل هذه المؤسسة التي تعتبر مكسبا للثورة في هذا الظرف الصعب على الأقل لكن واضح بأنه أيضا لأن الإتلاف يعني نتاج توافقات ما لا يوجد وضع ديمقراطي في سوريا بالمناطق على الأقل التي خرجت من سيطرة النظام سابقا ومع تشتت السوريين في دول العالم لا يوجد مناخ كي يتم انتخاب هذا الشخص أو ذاك أو تلك المنظمة أو تلك ولا يوجد أحزاب واسعة تمتلك آلاف الحزبيين أو نقابات أو ما إلى ذلك منظمات مجتمع مدني لا توجد لكي تنطلق بانتخابات وتخرج ممثلية ليشكلوا على الأقل واجهة سياسية للحراك السوري وعلى هذا كان بشكل أو بآخر الشخصيات التي برزت مع بعض الثورة وجزء مننا قبل الثورة كشخصيات ثقافية أو إعلامية أو سياسية شكلوا الائتلاف بشكل أو بآخر بالألفين وإدعاش بإدعاش بتصور 2012 بكل الأحوال عندما تشكل الائتلاف كان هناك أمل بأنه يحمل ألام السوريين ومشاكلهم ويبرز للعالم ويكون مفاوض جاد لإيجاد حل للمسألة السورية تتالت بعد ذلك الأزمات الداخلية في الائتلاف وتوالت النكسات داخل الائتلاف وأصبح الائتلاف عبءاً على السوريين أكثر ما هو منقذاً لهم أو مساعداً لهم في فترة من الفترات بعد الألفين وخمستاش ابتدأ عليه بشكل شخصي طبعاً طبعاً هناك حديث كاملة أيضاً من بعض الشخصيات سابقاً من بعض المكونات أو خارج المكونات أو سياسية أو إعلامية وما إلى ذلك والمرأة يعني محاولة إعادة تنشيط الائتلاف الحقيقة هي كان يحتاج إلى إعادة هيكلة ربما يعني جزء من هذه الهيكلة يعيد أقل ما يمكن الروح لهذا الائتلاف واستمرت تلك الدعوات من داخل وخرج الائتلاف بالألفين وستعاش ضغط أكثر علي تجاه الدخول وظلتني خارج هذا السياق على الإطلاق كثير من أصدقاء داخل الائتلاف من اللجان وأنه لا أدخل كنت بتركيا ما زلت استمر هذا الموضوع للألفين وواحد وعشرين صار ضغط الزيادة بكثير أنه محتاجين أكون فعلاً في ضغوط دولي ومحلي بهذا الكلام لإعادة هيكلة الائتلاف وأقل ما يمكن يعني يبدأ يتكلم بحرية وبدون قيود وإنت شخص تتكلم بدون قيود وبتصور الامتى يعني من أول الثورة ما كان عندي قيود أحكي حتى على الائتلاف وغير الائتلاف وحتى بأول انتخابات لما انتخب الشيخ سالم المصلت للرئيس الائتلاف كان اللي اطلالي على الائتلاف أما قلت تبديل طربيش وأنا من داخل الائتلاف وقدمت استقالتي بتلك الفترة بلحظات اتصل للشيخ سالم والآخرين من داخل الائتلاف وبعض الأصدقاء أنه ليش تسرعت وجدي تصل لك كم شهر موجود طول بالك علينا لسه الطريق بأوله عم نحاول هيكل وإلك مكاني جيدي حتى نباشر نفتح أقل ما يمكن قلوبنا للسوريين وأنا كنت معتقل من الأصدقاء السوريين اللي رفضوا دخولي للائتلاف وبعدة أحزاب سورية أنه أقل ما يمكن صير وصلة وصل بينهم وبين الأحزاب كافة الأحزاب اللي ظهرت على الساحة السورية لاحقا أو التنظيمات أو شيء اللي في مسافك بعيدة بينهم بالإتلاف فعلى ذلك كذلك الاستقالة الأخيرة أيضا هي موجودة من ستين ونص لكن لذلك علامة انسحابي هذا الانتخابات أيضا على شكل الانتخابات هذا ما أقصت والحديث طبعا يطول سأترك الحديث ستحفظ أن أعقب على جزئية أنت تحدث في أنه كان هناك ضغوط عليكم ضغوط مثل ماذا؟ ضغوط أخلاقية ضغوط صداقة يعني مش ضغوط سياسية أو ضغوط شيء ثاني بما معنى اتصالات زائدة من الأصدقاء مثل مثلا فرضا أنا بقى بدي كنت معنا أو الاستاذ سامر أو حدا هي اتصالات من الأصدقاء أو حكي مع بعض الأصدقاء مثلا بمونه على حافظ أنه ممكن تحكي معه وممكن كذا يعني خليه معليش أنا طبعا يعني بشكل عامي لقيت دبلوماسيه بغض النظر مع الأصدقاء يعني الأمور السياسية غالبا بعزلة عن الأمور الشخصية لأنه نحن قبل أن تخذ أمام دولة وأمام مجتمع لازم نعودوا على يتقبل الرأي الآخر على هيك أنت الضغوط يعني إلى علاقة بالمناخ العلاقات المهنية يعني ده بنا نحكيه بالعراب نعم قبل أن تقل الأستاذ سامر لم تعلق على آلية انتخاب هذه البحرة كرئيسة للإتلاف على رغم ذكرت أنت وأشرت أن في بعض الأوقات كانت تبديل طربيش ولا زالت يعني هي ما أنا قلت لك بالأساس أنه عمليا هي تعيين من الدول التي يمكن أن يكون لها أثر إن كان على السياسة الحالية أو السياسة المستقبلية للإتلاف وبذلك يعني أتت القوائم جاهزة أيام الشيخ سالم المصدد أيضا أتت القوائم جاهزة وأعتقد سابقا أتت القوائم جاهزة ومن ينتقد هذه الحالة هو دخل أيضا إلى التلاف بقوائم جاهزة وهذا ما عربت الإشارة إليه بأن السوريين ما عندهم مؤسسات ديمقراطية تخرج هذا الشخص للنور أو تغيب هذا الشخص لشابب أو لآخر ولا عن تجربة ديمقراطية أصلا في سوريا بالأضعف أن ساد هذه البحرة إجاء فعلا بقوائم أنا ما حضرت الانتخابات وأنا استقلت قبل الانتخابات مع إشاعة امتشرت على وسائل التواصل ربما ورسائل وصلتني بأنه قد يتم انتخابك نائب لرئيس الاتلاف فقلت قبل ما يفيق الجماعة ونصير بالاجتماع أو لقي إذا في قائمة حقيقية ونازل اسم رئيس الاتلاف يعني انحرج أنا وبدي استقيل بنفس الوقت وما بدي هذا المنصب ولا غيره لأنه نحن عاجزين عندما نكون سوريين أحرار يمكن أن نستلم منصب حقيقي لكن لقت إنو هذه المؤسسة عبئة صارت على السوريين أكثر ما هي أداة مساعدة للسوريين لذلك قررت الانسحاب قبل الانتخابات أنتقل إلى الأستاذ سامر أستاذ سامر كيف تعلق على آلية انتخاب هذه البحر تحديدا وعلى عمليات الانتخابية التي تجري داخل الاتلاف الوطني أفضل أهلا وسهلا بكم وضيفكم الكريم الأستاذ حافظ قرقوت يعني خليني أقول أنا لدي وجهة نظر أن كل القادة في الثورة السورية أو كل الزعماء لم يأتوا بطريقة الانتخاب لأن المسألة الانتخابية غير ممكنة في الظروف السياسية الراهنة بمعنى بمعنى في الحكومة المؤقتة لم يأتي رئيس الحكومة بطريقة انتخاب وأنا هنا أتحدث عن انتخاب شعبي في الداخل السوري في مناطق درع الفرات لم يأتي القادة قادة الفصائل أو رأساء المجال السمنحلية بطريقة انتخاب في إدلب لم يأتي أبو محمد الجولاني أو حكومة الإنقاذ بطريقة الانتخاب وبالتالي المسألة ليست مسألة يعني المهم ليس في المسألة في ما هي الشخص الذي يقود هذه المؤسسة بمعنى إذا كان هناك أشخاص يستطيعون قيادة المؤسسات بطريقة جيدة وبطريقة تحقق مطالب الثوار وتحقق طموحهم وتنهي معاناة الناس فنحن مع هذا الشخص أيا كانت طريقة التي جاء بها بالنهاية نبحث عن النتائج الآن أقول في الفترات الماضية يعني رأساء الاتلاف السابقين لم يأتي رئيس اتلاف يعني يحقق كان هناك تباين في القيادة بمعنى أن هناك شخص حقق عشرة بالمية شخص حقق خمسة بالمية شخص لم يحقق شيء وبالتالي في الفترة الماضية لم تستطع مؤسسة الاتلاف الوصول إلى المستوى الذي يريده أو يطمح له الناس لكن أنا أقول إذا استطاع هذه البحر أن يصل إلى مرحلة يحقق فيها مطالب الناس ينهي فيها معاناة الناس يحقق فيها نتائج تقدم سياسي نتائج تقدم من الناحية المعيشية من الناحية الداخلية على الصعيد الداخلي فأهلا وسهلا إن كان هذه البحر أو أي شخص ينهي هذه المعاناة ويوصل المرحلة إلى مرحلة الحياة السياسية نحن معها لكن هل هذا ممكن لذلك أنا دائما أقول أن المشكلة ليست في المؤسسة ليست في مؤسس الاتلاف أو مؤسس الهكومة أو غيرها المشكلة في من يقود هذه المؤسسة هل هناك أشخاص يستطيعون قيادة هذه المؤسسة أنا أعتقد ننتظر ونرى إذا كان هناك نتائج طيبة فأهلا به إذا لم يكن هناك نتائج طيبة فأنا أعتقد يجب على الاتلاف أن يعيد التفكير ماليا في آلية اختيار أعضائي وفي آلية انتخابهم وحتى في آلية إدخال الأعضاء وكتل وما أشابه إلى هذه المؤسسة نعم أعود إليك أستاذ حافظ أستاذ حافظ يوجد اختلاف بين أعضاء الاتلاف الوطني على انتخاب هذه البحرة أو طريقة انتخاب هذه البحرة هل تعتقد أن هذه الخلافات تشتد بينهم يعني يعني إذا كان تأكيد وتأكيد مثل مقرد زميل سامر لأنه معنا مناخ ومعنا ساحة ديمقراطية ممكن ننشئ منها مؤسسات فالشخص اللي بيجي بكفاءاته شخصية إذا كان قادر يقدم شيء حقيقي ويومهم كلنا يعني أنا دخلت على الاتلاف ما حدا انتخبني من السويدة أنا من السويدة وأنا أقول على العلن ما حدا انتخبني التكاهن لكن حسب جهود الشخص حسب انتماؤه إلى الشارع حسب قدرته على التأثير والاستفادة من المعطيات المحلية والدولية من زخم الثورة وامتدادها وبنفس الوقت من العلاقات الدولية كونه يعني عبقابل وفود دولي بشكل يومي وبشكل دائم من مختلف الجهات ومنظمات دولية تجيير هذه المقابلات والعلاقات الدولية والعربي لصالح السوريين ولصالح ثورة وتجيير لصالح مكاسب جخصية والحفاظ على الكرسي هذا كثير شيء مهم أن يدركوا السوريون يعني مظبوط أن وجد بهذا المكان كهذه البحر أو غيره لكن ماذا أستطيع أن ننسج من هذه العلاقات على الأقل يوم جديد هذا اللي نقصد وأنه بما معنا الوضع الخلافات الداخلي يعمليا نوع الرغبي بالوصول لهذا الكرسي أو ذاك وليس بالوصول إلى نفض هذه المؤسسة هذه المؤسسة الملك للسوريين وعندما دخل أي شخص في هذه المؤسسة هو دخل لمؤسسة سورية وليس لبيت هذه البحراء أو سين من الناس عمليا وهؤلاء أيضا الموجودين الإشكالية فقط أنه لما بفوت حافظ ترقوت أو غيره يعني بتبدأ من لحظة دخوله بشاروه بأنه نفايت على بيت إلهم وأصحاب التصريحات وما إلى ذلك وهن بيعطوا رأيهم باللجوء وبغير اللجوء وكادنوا دخلين نحن عبيتهم بيعطونا كرسي نقود عليها أو لا يعني هن بيتكرموا هذا الموضوع مؤذي ومزاج وهذه فضيحة تعتبر قبل أن تصبح الفضيحة الأخيرة عاد عن ذلك أن يخرج إشاعة ولا حقيقة أنا لم أكن موجود عندما يقال بالصرماية الصرماية هي إهانة هي إهانة للدولة السورية لدماء ملايين الشهداء والأسرى والمفقودين لمن شرد لنصف الشعب السوري المشرد وحتى الصامت إهانة للأطفال ولكل من هو سوري إهانة العالم بلادي المستقبلي إهانة للأمهات للثكالة كيف نأتي نحن خرجنا على أعطى ديكتاتور بالتاريخ وكانت ناس حامل دم على أكفة وعب تقول ليسقط الدكتاتور وجاء بولنا روسيا بكل عن جهيتها وقلنا ليسقط دكتاتور ميليشيات إيرانية دخلت على بيوتنا كلنا واحتلت كل الأماكن الجميلة وشوهتها بمراسم لم يعتد عليها السوريون من دير الزور إلى درعة يعني هذا الموضوع مؤسف لما نقول إحنا أنه حتى لو كانت إشاعة لو كانت نصفة صحية طيب أستاذ أستاذ حفظ نعم فهذا الموضوع يعطيك دلالة عن ما هي هذا الاتلال الخلافات أنا أعتقد أنها ستطور لأنه اللي بيقبل هو بيكون رئيس اللجنة الدستورية الآن ويقبل أن يأتي لرئاسة الإتلاف بهذه الطريقة الغير شفافة ويمنع وسائل الألام عن متابعتها هو غير مؤتمر حتى على اللجنة الدستورية كيف بدي يكتب لدستور لبلادي أنا كي بدي أثق بأن هذا الشخص ممكن يكتب دستور للبلاد يعني هذا السؤال أمامه لأستاذ هالي البحرة أنا كي بدي أثق فيه والمواطنين السوريين خليه يقولنا أنه أنا يعني مسؤول عن الدستور بنفس الوقت جيت بتعينات دولية وبالصرماية طيب أستاذ حافظ نعم دعني أن أعلق على الخبر الذي خرج عن لسان رئيس الحكومة المؤقت أنه سيتم تعيين هذه البحرة بالصرماية كما مشيع الخبر طيب اليوم عندما يقول يقال هذا الكلام من يملك قرار الاعتلاف الوطني بشكل كامل يعني كان يفترض أن يملكه الشعب السوري لكن المؤلم يعني أنا إذا بدنا نحكي بعض فيه ممكن أن يبكي الواحد أنه الثورة السورية ما تحقق حتى مكتب تتشرف به يعني هذا مؤلم يتحكم فيها طبعا العلاقات الشخصية لأنه سجع عدد من الأفراد بعلاقاتهم الدولية التي من خلالها يستطيعون تبادل المنافع والمصالح وتصويت لبعضهم على ذلك يعني وطبعا مع تعقيد وصول لخرج تركيا لداخل تركيا بسبب يعني أزمة الفياز والحصول على الفياز وأيضا موظفي الاتلاف يعني يعطوك فيزا أو لا يعني مثلا على العصر بالمثال ما قضت رواتب ما إلي رواتب ما بدياها بالأساس بس شو بعرفني إذا داخل مؤسس حد عبي ياخد راتب بيوقع عني بإسمي يعني شو بعرفني أنا أنه والله عبي قدمه للدول الممولة لأنه والله في راتب كمئة دولار بإسم حافظ قرقود كل سا شارع بياخده أنا شو بيأكد لأنه ما في نزاهة بهذا الموضوع أو في نزاهة وإسمي مو مدرج بالرواتب اللي عب تنقبض بإسم غي فرضا طبعا لذلك يعني هاي المؤسسي شبه يعني في بطنية بالنص في غرف تدار بكواليس صغير سليمي وكقمت كما ما قلت يعني بيعتبروا أنه هذا بيت اللي خلفهم والآخرين يعني يا بيقولولهم أهل وسهلا يا ما بيقولولهم لا نحن يعني قل ما يمكن نرجع لبيوتنا أعزائي كرماء كل السوريين كل السوريين والآن ومع ثورة السوريين قبل أسبوع أو عشر تيام بيتصلوا فيه أنه أنت ما عم تحضر معنا بيتمنى تفوت على اجتمال الهيئة السياسية وتلقي لنا يعني تعطينا هيك شوي معلومات عن اللي عب سير بالسويدة سكرت ورجعت حكيت مع السيدة من العمل اتلاف رجعت قلت له عن جد يعني يعني من عقلك أنا لكم بدي قدم تقرير عن السويدة يعني هذا كلام رجال وطنيين أنا بدي فوت قدم تقرير لتكون مراسلكم أو موظف عندكم السويدة ما بدي تقرير السويدة كافية في عيون الواحد ليشوفها طبعا ورفض وهذا الكلام تكرر يعني كمان بشباط كان فيه مظاهرات بالسويدة وطلبوا مني أنه ممكن تفوت يعني معي تقرير عن سويد مؤسسة تدار بعقلية حزب البعث التي سيطرت على عقلية السوريين هذه باختصار وعلى ذلك الخلافات فعلا ستنشب لاحقا وقد نذكر بعضنا بسبب أنه قد يعني يسيطر هذه البحرة على كثير من المغانب التي يتمنىها الآخرون ولا يحصبون عليها نعم أعود إليك أستاذ سامر أستاذ سامر الاتلاف الوطني حقيقة ليس لديه قبول من قبل الشعب خصوصا كما تحدثت منذ قليل لم يقدم شيء يعني إنجازات حقيقية ممكن أن تعيد لهذا الشعب كرامته على أقل تقدير طيب اليوم ماذا سيقدم الاتلاف الوطني بعد التشكيل الأخيرة التي هي حقيقة جدلية جدا حتى في أوساط الاتلاف الوطني فضل يعني هناك الكثير يجب أن يقدم الاتلاف أعتقد أن هناك مسائل أولا مسائل داخلية داخل الاتلاف الوطني هي مثلا إعادة تعريف نفسه اليوم لا أنا ولا أي أحد يعرف ما هذا الاتلاف هل هو تحالف قوى ثورة أم هو برلمان أم برلمان مجلسي أم هو قيادة للمعارضة لا أحد يعرف تعريف الاتلاف بالضبط وبالتالي حتى يستطيع الاتلاف أن يبدأ بالإنجاز يجب أن يعرف نفسه يعني يعرف نفسه كي يستطيع العمل وفق هذا التعريف أنا برلمان وأعمل كبرلمان أو أنا هيئة رئاسية وأعمل كهيئة رئاسية أو قيادة معارضة وأعمل كقيادة معارض ما هو الاتلاف هذه المسألة الأولى المسألة الثانية يجب أن يعاد كتابة النظام الأساسي للإتلاف حتى يرتب بيته الداخلي من خلال هذا النظام الأساسي اليوم النظام الأساسي فيه ثغرات كثيرة وكثيرة جدا يعني إحدى هذه الثغرات تخيل أنه أي شخص إذا حقق إذا حقق شروط العضوية يستطيع أن يكون عضو ما هي شروط العضوية؟ أن ينتخبوا عضاء الاتلاف أن يعني غير مطلوب الشهادة الدراسية غير مطلوب الخبرة العملية غير مطلوب يعني هناك أشخاص في الاتلاف لا يستطيعون القراءة والكتابة لا يعرفون القراءة والكتابة فالثغر أين؟ الثغر أنه أي عضو اتلاف يمكن أن يصبح رئيس اتلاف حتى لو كان أمي بينما لا يستطيع أي عضو أن يكون رئيس حكومة لأن عليه أن يحمل شهادة جامعية وبالتالي يعني هذا الشخص الذي رأس الاتلاف وهو أمي يقود يقود حكومة ووزراء ويقود شخصيات تكنقراط ويقود المسألة الثانية هناك ثغرات كثيرة من ناحية توزع الكتال من ناحية عدد يعني مثلا اليوم بأي حق السويداء بعد انصحاب الأستاذ حافظ قرقوت لم يبقى فيها سوى عضو واحد ونحن نعرف أن ثورة السويداء هي الثورة الأهم اليوم في سوريا يعني لم يعد في الاتلاف سوى خزام العفيف يعني بعد فهذه أيضا ثغرات هناك العلاقة بين المؤسسات أو أذرع الاعتلاف أو مؤسسات التي تتبع الاعتلاف أو المؤسسات السياسية الأخرى التي لا تتبع لهم يعني العلاقة غير واضحة بين الاعتلاف والحكومة ما عمل الحكومة وما عمل الاعتلاف هناك تدخل صلاحيات هناك تدخل صلاحيات تدخل صلاحيات ما بين مثلا هيئة التفاوض وأيضا الاعتلاف تدخل صلاحيات ما بين الاسيو وحدة تنسيق الدعم والاقتلاف تدخل الصلاحيات هذا بالنهاية يربك المؤسسة يربك أي مؤسسة وبالتالي أنا أعتقد ثغرات كثيرة المسألة الأخرى يجب أن ترتب نسب التمثيل في الاقتلاف يعني من غير المعقول اليوم أتحدث أنا من غير المعقول أن يكون هناك حوالي عشرين أو 24% من أعضاء الاقتلاف أو 20% حتى لا 20% حقيقة من مكون ما مثلا من المكون الكردي يأستر سامر اليوم نحن لو عملنا نسبة جيدة من محافظات داخل الاقتلاف هل سيحل المشكلة؟ ليش نحن مشكلتنا حقيقة مع أنه في محافظات لا تمثلها الاقتلاف أو الاقتلاف العكس؟ مشكلتنا نتوقع مشكلتنا أن هناك من لم يمثل بالاقتلاف نعم هذه حقيقة يعني لاحظ أنا أعطيك مثال اليوم النظام إدلب منطقة خارج سيطرة النظام نعم ولا يستطيع النظام التدخل بإدلب قيد أنملة لكن بالمقابل للنظام وضع عين محافظ لإدلب ليقول أن هذه إدلب لي اليوم أريد أن أسأل يعني كم عدد المحافظات الممثلة بالاقتلاف؟ يعني أساسا أعضاء يعني كتلة المجالس المحلية هم ثمانية لماذا ثمانية؟ أين بقت المحافظات؟ في محافظات أخرى أين هي؟ لماذا لا تعتبروا أن هذه المحافظات هي المحافظات يعني تتبع للثورة ومحافظات كانت ثائرة ومحافظات أساسا نريدها جميعا يعني نعم نتبع التمثيل له دور ودور كبير في المقياس السياسي أنا أتحدث المسألة الأخرى والأهم اليوم هناك ثوابت للثورة السورية ومطالب للثورة السورية على رأس هذه المطالب ولو نخفض صقفة على رأسها أننا يجب أن نذهب إلى حل سياسي وفق 2254 وهذا الحل الأمثل لنا أنا أريد الآن أن أسأل الائتلاف ما هي الخطوات التي تقدمتم فيها نحو 2254 لا شيء المسألة الثالثة والأهم الفساد داخل الائتلاف هناك قضايا فساد كثيرة وكبيرة جدا داخل الائتلاف فساد مالي فساد إداري فساد على المستوى الشخصي هذه قضايا الفساد هذه يعني أنا أقول لك الأمين العام لائتلاف فيثم رحمون هناك أسماء يضعها على جدوى الرواتب أسماء وهمية لا يعرف أعضاء الائتلاف وأنا مسؤول عن كلامي والأسماء لدي هناك أسماء يضعها على جدوى الرواتب ويستلم عنها رواتب حتى أعضاء الاتلاف لا يعرفون من هي هذه الأسماء هناك مثلا على قضايا المساعدات الإنسانية يقول أنا أخذ وهو هيثم رحمة نفسه يقول أنا أخذ 1500 دولار هذه دعم لثوائلات عوائل بمعرفتي هذه عقلية مؤسسة بمعرفتي هذه ليست عقلية على العكس هذا فساد وهذا أس الفساد قضايا كثيرة وكثيرة نتحدث فيها عن الفساد الإداري وإلى آخر أستاذ سامر قبل أن أختم مع الأستاذ حافظ هل تتوقع الاتلاف الوطني خدم النظام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو هل كان للنظام دور في فساد هذا الاتلاف الوطني هذا سؤال صعب وسؤال كبير جدا أنا أشكرك على هذا السؤال أي عمل غير مدروس ولا يحقق نتائج إيجابية للثورة السورية بالنتيجة هو يخدم النظام يعني أنا عندما أقوم مثلا في الداخل عندما يقوم الجيش الوطني أو المقاتلين أو أي أن كانوا بمعركة لا تحقق نتائج سياسية أو نتائج استراتيجية هي معركة خاصرة تخدم النظام وبالتالي أي مسألة لا تحقق نتائج بالنهاية طبعا يستفيد منها النظام وتخدمه لكن هل هذه الخطوات يعني أو هذه الأخطاء متعمدة أو غير متعمدة أنا أنزه أعضاء الاتلاف عن العمالة للنظام والسعي باتجاه تحقيق نتائج لكن نعم القضايا الغير مدروسة تحقق نتائج للخصم هذا طبيعي خصوصا أستاذ سامر يعني اليوم عمر الاتلاف الوطني يعني 12 سنة لم يستفيق بعد أعضاء الاتلاف الوطني ويضعون خطة حقيقية ممكن يعني أن تحقق ولو 10% من أهداف الشعب السوري دعني أقول أولا أستاذ أنا من وجهة نظري أن هذه المؤسسة التي تحظى بشرعية دولية على الأقل على المستوى السياسي يجب أن نحافظ عليها لكن أيضا يجب أن نقومها لا يجب أن تبقى في هذا يعني وصلت إلى قاع القاع هذه إلى القاع وصلت هذه المؤسسات وبالتالي يجب أن نحافظ عليها ونقومها من خلال ماذا؟ من خلال الإصرار على رفض هذه المؤسسة بشخصيات وطنية شخصيات سياسية تعرفتها يعني اليوم أنا أسأل لماذا مثلا مثلا يعني رئيس الوزراء المنشق وهو أعلى سلطة في سوريا لماذا خارج الائتلاف؟ سفراء منشقين ودبلوماسيين نواف الفارس وغيره من أصحاب الخبرات لماذا خارج الائتلاف؟ يعني كل هذه الأسئلة تسأل يعني كيف يأتي شخص أمي بينما رئيس وزراء منشق رئيس وزراء أنا أتحدث يعني رئيس وزراء هو خارج المؤسسة هذا يعني هذه أسئلة تطرح ويجب أن تطرح نعم نعم أختم معك أستاذ حافظ يعني أنت حقيقة تحدثت في يعني يصل للسؤال الذي سأسألك لكن أريد أن أعرف جوابه تحديدا اليوم بعد 12 سنة وحقيقة أني تحدثتم بفشل كبير يعني من قبل الائتلاف وطني اليوم الائتلاف الوطني يعمل لخطبة من؟ يعني حقيقة حكا كلمة جيدة بستاذ سانر على كلمة يعني جلل اللي صعب بينكم على تمثيل المحافظات الائتلاف حقيقة يعني فكر حاله عبي يختم كانتون في شمال سوريا نادر ما تسمع تقرير عن دمشق العاصم يعني ما بيعتبر لحد نادر ما تسمع تقرير عن حلب الداخلية نطلب من بدأ تكون ممثل ممثل لثورة شعب تمتد بناء الجنوب إلى الشمال تمتد على كامل وحتى تمثل المهجرين وتمثل السوريين بأوروبا وأمريكا وكندا يفترض طبعا هذا الائتلاف يعني حتى نكمش لحدود بأنه عبد يدير شيء ممكن يديره أي منظمة أي منظمة يعني عمليا أنا عمو كان أقدم مساعدات والحكومة المؤقتة أيضا تدير أشياء تدير أي منظمة يعني كبير عليها نسميها حكومة لأنه سوريا يعني تحتاج إلى حكومة لكل سوريا وليس إلى زاوية صغيرة أو بضعة كيلومترات أو حتى مهما كانت الخدمات بالتأكيد الناس بالشمال تحتاج إلى خدمات خدمات مختلفة من الموليد لا يلحق للأمن العام على جه ذلك يعني كلمة تمثيل محافظات أو عدم تمثيل لأنه حقيقة لو شخص واحد أو خمسة أشخاص قدروا يغيروا مسار الثورة السورية ويكونوا موثرين حقيقيين أي أن كان أنتماء وإن كانوا من الساحل ولا من الشمال ولا من السويدة لكن غيروا بشكل موضوعي اتجاه الأحداث وكانوا يعني خير من يتكلم باسم السوريين لما سأل السوريين من هذا ما سألوا يعني لما كل فارس القوري بالتفاوض بالنم المتحدي لنيل الاستقلال ما حدث هذا تربوشه من وين بهذا المنح الاتلاف الآن يعني هو يعني مؤسسة كسبها السوريون علينا أن نحافظ عليها لكن كيف نحافظ عليها لتخدم السوريين هنا الموضوع وهنا الخلاف يعني داخل الاتلاف هناك كتلة صماء تمنع الهواء النظيف ليدخل إلى هذه المؤسسة تمنع النقاش الجدلي الذي يمكن أن نستفيد منه النقاش الذي يمكن أن يبني لا يوجد هناك في الاتلاف من يصلي هناك فقط رؤساء اللجان يقدمون تقرير مثل تقرير المدارس وتسجيل النتائج نهائي وانتهى الموضوع يعني بجدل داخلي أحيانا عقيم باللي بقصده أنا أن الرؤية الآن إذا كان الاتلاف خدم هذا النظام هو خدمه مثل ما قال أخي سامري نحن مع مخورين نخون حدا نحن لسنا المادة الثامنة من حزب البعض نعطي وطني لهذا الشخص أو ذاك نحن نتكلم عن مؤسسة سورية هذه المؤسسة يجب أن تتعاطى بجدية مع السوريين أن تتصالح مع نفسها أقل ما يمكن قبل ما تتصالح مع السوريين ثم تخاطب العالم للأسف عاب يسكروا ذنيهم عاب يمنعوا مثل ما قلت يعني أي حديث عاب يحكيهم بطريقة النصح مبدئيا ما حدا عم يضرب حالا يظلوا بمراكزهم لكن أقل ما يمكن يحطوا مستشارين ما يكون يعني بشار الأسد عنده بثين شعبان مستشار هل يليق بدولة مثل سوريا يكون بشار الأسد رئيسه وبثين شعبان وغيره مستشارين لا سوريا مليئة بالكفاءات الجميلة لهذا اللي ممكن يعني بعيبوا أحيانا عن رئيس بايدن أنه والله بيحمل ورقة وبيمشي بيخلص حديثه وبيروح اليمين معناته هذا الدليل أنه مستشارين رئيس أقوى دولي في العالم يليه مستشارين المستشار مش بس يحمل لك شنتي ولا بس يفتح لك الباب ولا بس يزقف لك أنه والله كان خطابك منيح يعني بلك الخطاب الثاني كمان بيكون أحسن مو هيك المستشار المستشار بيقدم لك وقائق وحقائق الآن الاتلاف بهذه يعني بهذه أقل ما يمكن الممارسات غير اللبقة باسم السوريين يخدم النظام بالقبول حتى يعني ما يفتح تحقيق باسم ليش ننتخل بالصرامي هذه كلمة جارحة لكل كرامة السوريين لأبد الأبدين ستأخذ هذه الكلمة لعشرات السنوات أمام وقد نشوف قصائد شاعر عليها وقد نشوف دراما عليها ما يفتح تحقيق فيها علني أمام وسائل لألام بيليق بالسوريين هذا الكلام السوريين ذول الأبات الشجعان بأطفالهم بنساءهم بشبابهم يعني هيك أنا أهلا إذا كنت ابن سويدا مثل ما قال الأستاذ سامر بيليق بشباب سويدا وصبياها مثل الورود عب يبينوننا وجه سوريا القادم من وجه المبتسم الوجه المتألق اللي عب يقول للعالم فورة السوريين ليست طائفية وليست متطرفة وليس إسلام متطرف أنك ترجع تهيكل مؤسسة عب تخاطب العالم بطريقة أيضا بواجه أملس لكن باطنة إسلام متطرف هذا الوضع للأسف بالاقتلاف أيضا عب يعطي مثل مصدر النظام بأنه الثورة يمثلها وجه متطرفة الآن الاتلاف يصير بهذا الاتجاه لكن خلف ربطات عنه كل الأسف هذا الموضوع مؤذي جدا للسوريين ومؤذي لنا وأعتقد إذا لم يقدم إصلاح الاتلاف يجب شباب الداخل أن ينشئوا مؤسسة بديلة بأسرع وقت ممكن شكرا شكرا جزيلا شكرا للكاتب السياسي حافظ قرقوت كنت معي من السويد وأيضا أشكر ضيفي الأستاذ الصحفي سامر العاني والشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام وعطيب المشاهدة أترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم شكرا للمشاهدة